تساؤل المشروع في الشرع المصري دلوقتي هل ال 11 سنة عسل مش شهر العسل بقى اللي بين السيسي والقضاء هلو ما خلاص هينتهوا اليومين دولت او او شكوا على الانتهاء اه الحقيقة ده طبعا بعد اه احداث الخناء اللي دارة دلوقتي بين اه اعضاء نادي قضاء مجلس الدولة والسيسي او بمعنى اصح يعني جهاز الخدمة الوطنية للجيش التابعة للقوات المسلحة ووزارة الراي طبعا عايزين يستاولوا على حاجة خصهم يعني فهم القضاء دلوقتي يعني القضاء المصر بمعنى صح او قضاء مصر ما بدأوش يتكلموا الا لما يواغزة اما المسخرة وصلت لحد ايه اه انتو عارفين فهنا بدأوا يتكلموا وبدأوا يقولوا لأ ويعترضوا ويكسروا كلام اللي قدرها العليا للدولة ويقفوا قدام مصلحة الدولة طبعا عشان مصلحتهم الخاصة الحكاية باختصار شديد يعني هو الناد الكضاء بتاعهم ده اه اللي في المانيا الموجود اه في طرح النهر وبالتالي هم عندهم حق انتفاع طويل الامد وبربلبلبل حاجات كتير اوي كده فهم يعني دلوقتي جاء جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللي تم انشاؤه في الفين في عشرين وعشرين وخلى تحت وصيته السيسي خلى تحت وصيتهم اه طرح النهر يمين وشميل شرق وغرب من اول شبرة لحد حلوان كل ما هو طرح نهر موجود ده ملك الدولة مهمتهم بقى ان هم ايه يخلصوا الحدودة دي بتبقيتهم بالزوق بالعابة يخلصوها فطبعا يقع في هذه المساحة الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية للقوات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خاضع لهم نادي قضاة مجلس الدولة ومن حقهم وما عايزين ياخدوه حقهم انا هنا بقية الدولة طبعا مقوة لكن الاعضاء او السادة القضاء رفضين ده تماما وقلوا مش من حقوقوا تعملوا كده ودخلين بقى في خناقة بقى لهم فترة ده مش كده وبس ده زي ما قلت لك طبعا قبل كده طبعا شوفنا المراكب العيمة والاستراحات العيمة وحتى الفنادق والمطاعم العيمة كل ده خلاص تشال يا معلم طبعا عليهم ادف من ده كل ايه اللي هو اه تطوير واستصمار من الاخر بيع البيع ترحي المهر من الاخر يعني قدرنا نشوف بقى الفترة الجاية الحدوتة دي هتخلص على ايه وهل يا ترى اه قضاة مجلس الدولة هيوصلوا حد فيه مع السيسي ومع النظام مساء الفول